تبدأ الحكومة صرف زيادة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية بواقع 37 مليون مواطن من المستفدين بالبطاقات التموينية كما حددت الحكومة وآليات صرف كمية السلع لكل أسرة بقيمة الزيادة الشهرية والمحددة بمئة جنيه للبطاقة المدرج عليها أسرة واحدة وصولاً لـ 300 جنيه للبطاقة المدرج عليها أكثر من ثلاث أسر تنفيذاً للتوجهات الرئاسية تبدأ الحكومة صرف زيادة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية بواقع 37 مليون مواطن من المستفيدين بالبطاقة التموينية باعتبارها الأسر الأكثر استحقاقاً للدعم وذلك بداية من شعر سبتمبر المقبل ولمدة ستة أشهر تم توفير جميع السلع منظومة التموينية على المنظومة الجديدة الـ 29 سلع 4 سلع منضافة خلال ذلك الشهر التونة والمربى والدي والطحينة الضافة على المجموعة الـ 25 بيئة 29 سلع متواجدين في المنظومة التموينية جميع السلع متوفرة بكميات وفيرة بيتم استعادة يومية للمباق من النهاردة من اليوم سيبدأ صرف المنظومة التموينية لشهر سبتمبر للتجار التموينيين طبعاً بالنسبة للمستهلك بيبتد صرف المنظومة التموينية الخاصة به من يوم 1-9 التأكد من وجود السلع التموينية اللي هو صرفها أصلاً من فرع الجملة مثلاً هنشوف الصلاحية خاصة بالسلع اللي هو أصلاً موجودة في الداخل المنفذ بنشوف جودة السلع بنشوف أن هو أصلاً في تعامله مع المواطن هو ملتزم حتى بالمبلغ للمواطن مستحقه في الصرف هو فعلاً بيدي المبلغ الزيادة بتاع القيمة الزيادة التي زادت على المقارات التموينية الحكومة حددت آليات صرف كمية السلع لكل أسرة بقيمة الزيادة الشهرية والمحددة بمائة جنيه للبطاقة المدرج عليها أسرة واحدة وصولاً لثلاثمائة جنيه للبطاقة المدرج عليها أكثر من ثلاث أسر وذلك بعد قرار الحكومة بصرف زيادة في صورة سلع تموينية وليس دعماً نقدياً طبعاً بتوجهات من فخمت الرئيس عبد الفتاح السيسي عملنا الحزمة الاجتماعية الإضافية هو أمر بعمل حزمة اجتماعية إضافية مجنيه ومتين جنيه وثلاثم مجنيه لأصحاب البطاقات التموينية اللي هم المستحقين لزيادة الدعم لمدة ستة شهور عبارة عن إيه؟ عبارة عن ميت جنيه للأسرة الوحيدة في البطاقة أو ميتين جنيه للأسرتين للأسرتين والثلاث أسرة وثلاثمائة جنيه ما زادة عن ثلاث أسرة بالنسبة للزيادة الزيادة حضرتك هي هتيجي حسب قرار معالي الرئيس تمام؟ ميت جنيه للأسرة الوحدة وميتين للأسرتين لو في البطاقة وثلاثمائة جنيه لو في ثلاث أسرة في البطاقة هيتم الصرفها لو مثلا بطاعة سي فرض واحد تسعة واربعين خمسين جنيه هيجيلها مين جنيه مثلا زيادة هياخد الزيت والسكر وباقي الدعم هياخده من باقي السلعة لمنظومة التامنية إجراءات تتخذ تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وفي إطار برنامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية